استقبل وزير الداخلية محمود توفيق نظيره الإيطالي ماتيو بيانتدوزي والوفد المرافقة له خلال زيارته الرسمية لمصر وقد استعرض الجانباني خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزرتي الداخلية في البلدين وأسليب تعزيزها بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك وأكد وزير الداخلية حرصه على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بإيطاليا في ضوء عمق علاقات الصداقة والمودة التي تربط حكومتي وشعبي البلدين والتي انعقست بصورة جلية على عدد من المجالات التعاون الثنائي مشيرا إلى اهتمامه بتعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي في المجالات الأمنية محل الاهتمام المشترك اتفق الجانبان على توسيع أفاق التعاون في المرحلة المقبلة في مجالة العمل الأمني وإطلاق مائدة مستديرة تضم المتخصصين والمعنيين من الجانبين للتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية فضلا عن تفعيل المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الموقع بين وزرتي داخلية البلدين لتدريب الكوادر الإفريقية في هذا المجال ومن جانبه أعرب وزير الداخلية الإيطالية عن تقديره لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بشتى أشكالها خاصة الهجرة غير الشرعية كما أكد أن زيارته تأتي توطيدا للعلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسؤولي البلدين مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز قوات قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفردها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية